ارواية من طريق ابي سعيد الخدري وهي من رواية ابي السائب قال انه كان في بيت ابي سعيد يعني ابي السائب على اعتبار الحذف عن ابي السائب مولى هشام ابن زهر انه دخل على ابي سعيد خد رضي الله عنه قال فوجدته يصلي فوجدته يصلي بول فجلست انتظر فجلست انتظر بول وانا بنتظر سمعت بقى اللي احنا بنسمها التحريك او الخرفشة فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت العراجين بتاعت النخيل المحطوطة في ركنة او في زاوية من البيت سمعت كده فيها حركة فيعني اللي احنا بنسميها شوف ايه اللي بحصل هناك كده يقولك ايه صوت دربكة صوت يعني عجيب فبقول انا قاعد انتظر فبقول قلت بصة شوف ايدي فرأيت حيا لقيت عبان فقمت اليه حتى اقتله فاشار اليه وهو في الصلاة يعني اجلس اجلس تعملش حاجة قال حتى اذا انتهى من صلاته طبعا ده متعجب بيسألوا انت عاتيني ليه ده حيا ده تعبان وإحنا مأمورين بقتله في الحل والحارم انا عايز اقتله فقال له اقعد عشان اعرفك اترى هذا البيت شايف البيت اللي جنبي ده قاله شايفه قاله كان فيه شاب من الانصار معارس جديد وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الخندق استأذن انه يرجع يروح للزوجة بتاعته لانه لسه من جوز لسه داخل عريس جديد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريضة خذ سلاحك معاك لانني خايف عليك من يهود بني قريضة ليه لانه منقضوا العهد فممكن وانت راجع خلاص يكونوا مستخبين لك في اي مكان مختبئين عاملين لك كمين يقتلوك وانت راجع لا خلي معاك سلاح هم جوبنا ويخافوا فكان بياخذ معاي سلاح ففي يوم هو مستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع البيت لما وصل للبيت لقى زوجته قاعدة على الباب طبعا الغيرة عند العرب وعند الاسلاميين خاصة آه فلابد يتخذ موقفا المهم هو الغيرة جلسة بين البيت يعني بين اللي احنا نعلم الضفة الباب قاعدة طبعا يراها الذاهب والآيب اللي معد والرائح واللي جاي يراها طبعا هي طبعا محتاشة كل حاجة لكن بقى فيها غيرة عند العرب المسلمين فهي لما قاعدة كده وراجع لها قاعدة كده الله انت قاعدة تبص على الناس والناس تبص عليك خذته الغيرة فصوب رمحه اليها اما على طول عايزي الداب الرمح قالت له اكفف عليك رمحك اكفف لم الرمح رجعه وادخل حتى ترى ما الذي اخرجني انا فيه ضرورة اخرجتني انا مش خرجة اتفرج عن الناس ده فيه سبب فدخل فنظر فاذا حي على سريره فيه تعبان ضخم على السرير بتاعه فصوب اليها رمحه ثم انتظمها ثم انتظمها اذهب الرمح خلاص خرت جه هو خارج بعد ما ضربها اهو امركز الرمح في الدار ظن انهيات اتلت خلاص فاضطربت عليه بعد ما ضن يا ماتت ام حطت الرمح ام اتأيمة اضطربت عليه فلا يدرأ ايهما اسرع موتا هو ام هي هو ولا الثعبان الاثنين ام ميتين نزلين مع بعض قال فذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرناه الخبر وقلنا يا رسول الله ادعوا الله واحيه لنا قال استغفروا لأخيكم فان بالمدينة الجنا قد اسلاموا فاذا دخل احدكم دارة اي ورآها فليحرج وفروا ان لهذه البيوت عوامر فاذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فان ذهب وان لفقتلوه فانه كافر ثم قال اذهبوا فادفنوا صاحبكم اذهبوا فادفنوا صاحبكم يبقى ايه اللي خدنا هنا انه بقال لهم ان لهذه البيوت عوامر وبعدين فاذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثا مثل لو حاجة منها حرجوا عليه يعني اقسموا عليه حلفوه نبهوه حذروه ثلاثا وبعدين وإلا فاقتلوه فانه كافر معنى ما تحرج عليه ثلاثة ترى هل المقصود ثلاث مرات ولا المقصود ثلاث ايام ان ما خرجش خلاص اكافر فاقتلوه خلي بالك جدا مش عايزك تاخد كلامي عاطفي لا لازم انتشغل فيه دماغ جدا وإلا فانه شيطان فاقتلوه يعني ان كان هو جني متمثل بشكل حي انت خلاص اعذرت لما ادت له القسم او حرجت عليه ثلاث مرات في ثلاث ايام خلاص اكد استوفى انه تواجد ثاني وكان شيطان يبقى ظالم ومؤذي لانك صبرت عليه ونبهته في الحالة دي اقتله